موضوع عند استلامنا للعمل حقيقة بغض النظر عن الأسماء والشخص لكن لعل هناك ظروف معينة حالة دون أن تتقدم جامعة سامراء في محاور عدة في المراحل السابقة ولا نريد أن نخوض في هذه النقطة ولكن نقف عند ما هو الوضع الذي وجدناه من أجل جعلنا أمام مسؤولية كبيرة كيف ننقل الجامعة من واقعها في أدنى مستويات الجامعات إلى جامعة يكون لها اسم أولا ثم تنتقل إلى أن تنافس بقية الجامعات ويكون لها وجود حقيقي بين أخواتها الجامعات العراقية وكذلك إيجاد لها اسم بين الجامعات العراقية نعم محتاج التفصيل أين؟ نبدأ مثلا من البنى التحتية؟ هو الحقيقة يعني العملية متكاملة من أجزاء شتى منها البنى التحتية ومنها البنى التحتية يعني أنا أريد أن أقف أشير إلى البنى التحتية طبعا الجامعة تحتاج إلى بنى التحتية كبيرة وتحتاج إلى أموال كبيرة من أجل بناء ومن أجل هذا موضوع أعتقد نتحدث فيه عندما نأتي إلى موضوع أرض الجامعة الجديدة الجزء الأهم الذي كان يعني يقف حائلا دون تطوير الجامعة هو عدم وجود الرؤية الكاملة من أجل النهضة بالجامعة ووضعها في مكانها في مسارها الصحيح على المستوى التنظيم الإداري المالي الإداري العلمي إلى آخره هناك إشكاليات حقيقية يعني أستطيع أن أقول أن العمل لم يكن موضوعا ضمن سياسة واضحة سياسة إدارية واضحة ربما المختصون يعلمون ماذا يعني أن جامعة لا يوجد فيها أي تدريس لديه إيميل أكاديمي وهذه مشكلة كبيرة جدا عنوان التدريس في العالم هو الإيميل الأكاديمي أو النافذة التي ينطلق منها إلى العالم عبر المنصات البحث العلمي عبر وجوده من خلال الإيميل الإلكتروني هذا التواصل يكاد يكون صفرا يعني قريب من الصفر